وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مختصة بالنساء المتزوجات وإن شاء الله بهذا الوصفة هذي غادي تجنن زوج ديالك وإن شاء الله غادي يحبك أكتر وأكتر لأنه هاد الغوثات غا تسعدك غادي تخليك غزالة باللارة كتحمقية اللي شافك يسولك على سر من أسرار الجمال ديالك فاليوم هاجبت لكم واحد الوصفة ليغا تكون بقشور الموز فقشور الموز زحفة مكون سري وأحسن مناء الذهب وأغلى من الذهب والله القساملة أغلى منه لأنه كيساعدنا في علاج عدة أمراض وعدة مشاكل اليوم أغنحل بي واحد المشكل اللي كيكون عنده معظم المتزوجات ألا وهو السواد في منطقة بين الفخدين في منطقة الإبطين في منطقة الكوعين في أي منطقة موجودة في الجسم وهذا الوصفة صالحة أنا كيستخدمي أحتى البشرة ديال الوجه ديالك يعني صالحة الجسم والوجه والأي منطقة موجودة في الجسم حتى المناطق الحساسة وتحديدا منطقة العانة اللي بزاف ديالنساء كيسولوني عليها في الكومنتار وتيقولوا لي بغينا وصفات لتبييد العانة بمكونات وبأشياء بسيطة بسيطة لغاية وتكون رخيصة فاليوم نتمنى تعجبكم هادلاغ وصفات هذه ونتمنى ترضيكم تكون خفيفة ترفع على قلوب الجميع إن شاء الله مكوناتها هي كما كنقولوا في المتناول لجميع النساء انتمنى غير تجربوه وتقولوا لي في تعليقات كيف يجدكم وغلدي نمشوا مع بعضنا البعض باش نتعرفوا على المكونات ديالها والطريقة ديال التحداث ديالها والطريقة ديال الاستخدام والاستعمال ديالها أيضا ولكن قبل كل شي بغيت نقول للناس لأول مرة كيكتشفوا معاي القناة وكيزوروها شنو كتسنا وشتركوا فيها وفعلوا زيال الجرس خليونا تعليقات ديالكم خليونا اقترحات ديالكم خليونا استفسارات ديالكم خليونا شنو تبغيوا تشوفوا في الفيديو هاد المقبلة ولا شنو تبغيوا تشوفوا في الفيديو هاد المجيه شنو الموضوع اللي تبغيوا مني نتكلم فيها اي موضوع حبيتو اي موضوع بغيتو معلي الا ان نجلب بلكم طلب يعني ديالكم فحاولوا توصلوا ايضا هاد الفيديو لعدد كبير من اللايكات وبسم الله على بركة الله سوف نتعرف على مكوينة هذا البصفال سوف تجنني بها الزوج ديالك أكثر وأكثر إن شاء الله فأكيد بزاف ديالنا الساعة سوف يقول لي نحن نريد أن نجنن نفسنا أكثر من نجنن الزوج ديالنا وأول حاجة نبدأ بها هي نحب نفسنا أكيد البنات حب النفس ديال أي شخص يكون ضروري وتكون تقف النفس الكاملة لكن ما فيها بس أننا نعمل بعض الوصفات لهم زوينين طبيعيين ونجنن بهم الزوج ديالنا ويقول لي حبنا أكثر وأكثر هذه المسألة طبيعية كل إمرأة أو كل سيدة كتبغي هذه القضية فاليوم أجبت لك باش غادي تبيدي وباش غادي تعجلي ذاك المشكلة اللي يخلق لك إحراج يمكن مع الزوج ديالك يمكن مع نفسك قبل من الزوج ديالك فالمهم إحنا بغينا أيضا حتى نزينوا تلك المنطقة ونعطيوها واحدة رائحة زوينة يعني منطقة بين الفخدين فقد تقول لي فيها رحة زكية رحة منعيشة رحة طبيعية يعني رحة لا متيلة لها فنتمنا تعجبكم وغيرم شو باش نتعرفو على مكونات الوصفة بدون إطالة فكيما قلنا غادي تحتاجي معي إن شاء الله إلى قشور الموز ما غا نحتاجوش الموز وإنما غا نحتاجو غير القشار دياله كيما كتلاحظو هنا يعني وحد جوج ديال القشار ديال الموز باقي نتريين هانتوما باللون الأسفر فأنا كنحتفظ بي صراحة في المجميد بزاف ديال نساء قالوا لي إلا حتفظ طبيبي بالمجميد غايب قام زيان أكيد غايب قام زيان أنا كنحتفظ بي دائما لأنني كنعالج به عدة أمراض وتيجي بالله شيفاء بسبابه كما تقولو حنا وأيضا كنستخدمه في الوصفة الطبيعية فليوم غا نحتاج هنا يجوج القشار ديال الموز ولا غا نحتاج غير قشار وحدة يعني غير قشار بنانا وأكيد ما غنحتاجوش البانان في حداته غير قشار دياله أما الموز نساف دون أنه ناكله لأنه الحمد لله في هذه الفترة هذه البانان راها أنا تيجيني صراحة رخيص في الأسواق المغربية يعني بثمان مناسب للجميع باش نكون معكم صراحة تقريبا 1 ست أو 7 ديال درهم حتى 8 درهم راها في المتناول ديال الجميع وزائد أنه الفوائد دياله عظيمة 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 بزف فنغتنموا الفرصة نحاولوا ناخده منه كيميا سخدموها ولنستهلكو حتى في العاصر أنا ديما كان سخدم العاصر بالبانان وكان زيد مثلا ننظف بعض الفوائد كهلا كانوا متغفرين عندي فهو مفيد مفيد للعين مفيد بزف ديال الأمور بزف ديال المشاكل فالمهم غن هدروب على الوصفة لأنه الفيديو ديال اليوم هو الوصفة كيفاش كنا نجننه الزوج ديالنا ونجننه نفسنا قبل من الزوج فكما قلنا سنحتاج قصر ديال البانانة وبخصوص المكونات التانوية ستحتاجي الى الحليب المجفف أو الحليب البودر لأنه كبياد وكوحد لون البشرة ديالك ستحتاجي معين شاء الله منه كمية الروز الروز بودر يكون مسحوق مزيان يعني تكون بودرة ناعمة تحتاجي معين شاء الله واحد صاشية هنا الخميرة ديال الحلوة عندي هنا خميرة كيموية آزة من فئة 7 كرام هاد الخميرة هاد قبط للدك ساود والله القسم لزوين زوين زوين بزف تحتاجي معين ايضا واحد عصر نص حامضة الحامض لا يخطاني صراحة يعجبني وحاولوا تغسانم الفرصة حتى الحامض الحامض ديال مناسب تقريبا 6 درهم أو 7 درهم مغربية في الأسواق فحاولوا جيبوا منه كمية كبيرة لأنه في رمضان سيغلى يولي 8 ديال 15 درهم للكيلو حاولوا جيبوا منه كمية مناسبة لكم على حسب كل وحده القدرة ديال تقريبا تقريبا في تلاجة أو المجمد وتحتفظو بي والمدة طويلة طويلة سوف نحتاج مكوين آخر القرنفل أو المسمار سوف نريكم الشكل يبيض المنطقة الحساسة ويعطرها يعطيها سين كسين كيالبنات تكون غزالة غزالة سوف نريكم الشكل المسمار هذا هو الشكل سوف نريكم لدينا كمية القرنفل أو المسمار وآخر حاجة واحد معلقة ديال القهوة هي اختيارية ليست بإجبارية إلا استخدمتي القرنفل بلا ما تضيفي القهوة أنا هنا نقدر ما تستخدمه معكم ويما نغير ريتكم إلا بغيتوا تزيدوا الضفوارة كتعالجة تصبغة وتعيكة تاريحة زوينة المهم هدوما هدوما حليب المجفف بودرة الأرز بودرة القرنفل خميرة الحلوة ساشي واحد وعسير ليمون أو عسير الحامض ونزول طريقة التحضير فهي بسيطة للغاية بزف ديال نيسا غادي تشكروني عليها لأن هذه الوصفة العديمة اللي غا تخليك كيف الحليب يعني غا تخلي لك الجسم ديالك أو أي منطقة طبقتي عليها هدوما ترجعها لك بيضة بيضة كيف الحليب وغادي إن شاء الله تزن لني كل من شافك وخصوصا أكيد الزوج ديالك اللي إن شاء الله غادي يصولك على السر أشنو استخدمتي الجمال ديالك فالمهم هنا يا بنات استخدمنا كيميا ديال الموز وأنا غا نستخدم معكم صراحة غير واحد الحبة وحدة ديال الموز هي كافية غا ناخد معاكم الخلط الكهربائي وغادي نضيف له هدو الكيميا هدي كما كتلاحظو وغادي نضيفه داب المكونات اللي عندنا واللي هما معلقة ديال الحليب بودر معلقة ديال كرنفل و ديال مسمار معلقة ديال الروز وحزة الشي ديال الخميرة ديال الزا وهناي كما قلنا عندنا الخميرة من فئة سبعة جرام وغادي تحتاج معايا عسر نص حمضة ومن بعد سأخذي ليه هاد المكونات هادو عفوا وغادي نطحنهم ومن بعد سأرجع معاكم باش نوريكم الطريقة النهائية وشكل نهائي ديال للوصفة ديال وهاي الوصفة البنات بعد مما تحنتها هذا هو الشكل ديالها النهائي لاحظوا معايا ذوك القشور ديال الموز كيتلقوا واحد الفعالية والقوام ايضا ديال لغوسيته هو قوام عاقد ولا بغيتوا تزيدوا مثلا تخليوا عاقد كتر كتزيدوا تضيفوا كمية ديال الروز بيتوا تخليوا غير بعد الشكل هادا فانتوما اكيد كتبقى لكم كامل الاختيار بسم الله نضيف هنا واحد المعين الأخرى ديال الروز ونخلطوا كل شيء هذا هو الشكل دياله واذا بغى نطبق معكم الوصفة باش شوفوا الشكل ديالها النهائي فكتبقيها على اي منطقة فيها السواد كيما قلنا بشرة الوجهة ديالك اي منطقة اي منطقة كتبقيها بهالطريقة هادي كتخلي حتى كتجفت قريبا واحد خمستاش او لعشرين دقيقة ومن بعد كتغسي لي المنطقة وكتشوفي لي النتيجة حاولي مني تغسلي اي منطقة تبقتي عليها هاد الوصفة حاولي ترتبها باي كريم عندك باش هكدا ما تعرضش الجفاف وتبقى ديما مرتبة وديما فيها المعان وفيها اشراق فهذا هو الشكل ديال الوصفة لاحظوا معي كفش ديرا خزالة يا البنات وانا هادي هدية مني للعريسات وخصوصا المتزوجات لي ديما كيسألوني على شي وصفة كتبيض المناطق الحساسة خصوصا بين الفخدين او منطقة العنا تحت الابطين والكوعين وحتى بشرة الوجه او اي منطقة اخرى فيها السود غير تبقى لها هاد الاغصة هادي وتفكريني ما تنسونيش حبيباتي من لايكات 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 لهذا الفيديو حاولوا توصول عدد كبير 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 بزاف من لايكات وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد وأكيد نشكركم دائما على تفاعل ديالكم المستمر للقناة ما تنسونيش من لايكات كيما قلنا والاشتراك في القناة وتفعلكم لزر الجرس ايضا وتخلوا لنا تساؤلاتكم اقتراحاتكم استفساراتكم شنو تبقى تشوفوا في الفيديوات المقبلة شنو الموضع اللي تبقى وننتكلموا فيها وايضا شنو الاشياء اللي انتوما بغيتونا نجيبوها يعني في الوصفات شنو الاشياء اللي غتفيدكم في المجل دي الوصفات الطبيعية واي وصفة لقيتوا علاق بلقاتوا على استحسنتوما فشاركوها معنا في خانة التعليقات وبدوري نشكركم وان شاء الله بهذا الوصفة هدي وخصوصا بالقشر دي الموض غتخلي ان شاء الله الزوج ديالك يحبك اكتر واكتر وتزيد العلاقات ديالكم ان شاء الله تستمر وتولي يعني من الاحسن للأفضل ان شاء الله وهاد شي اللي كين بهذا القشر ديال الموض فهم راه كنز 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 عند كل سيدة في البيت ديال لانتمنى ما تبقوا اشترميوهم وحتيلة عندكم بشكل كبير عندكم من هاد القشرة الموض كيمية كبيرة فحاولوا تحصف ضبيهم في المجمد وبقوا تستخدموهم في عدة وصفات طبيعية بشرط ان القشرة الموض يكون هكذا طريق يعني يكون باللول الأصفر من الاحسن فوصلت معكم من نهاية الفيديو نتمنى وصفة اليوم تجربوها وتقولوا لي كيف اجزكم ونشوفكم او لقاكم ان شاء الله في فيديو مقبل بسلام عليكم